احنا راحين لفين؟ منظومة الامن الناس كلها قاعدة انا مش محتاجة اشرح منظومة الامن لا الحمد لله وبالمناسبة لو قيمنا مبارح والنهاردة العملية الانتخابية يبقى تحية اعزاز وتقدير واجلال للقوات المسلحة المصرية وللشرطة المدنية ولللجنة العلية الانتخابات والله لسه إله يا أستاذ محمد في الانتخاب والله شكوى بقى لهم شهر الناس دي مش عادة في بيوتها عشان يأمنونا احنا يا فندم وزارة الداخلية خصصت سيارات يروحوا ينقلوا المسنين وزير الداخلية بدأت تعليمات ان فيه افراد موجودين بكراسي عشان الكراسي المتحق يعني ايه بها الناس اللي احتاجات الخاصة وغيره قوات المسلحة لو حدثك شفتي قادة المنطقة المركزية والسيد وزير الدفاع ايوه القائد العامل قوات المسلحة ورئيس الاركان بيلفوا قالوا ايه لن يجرؤ احد على تزوير ارادة المصريين ده معنى ايه كانوا وما زالوا سيظلوا هم صمام الامان للدولة المصرية هم حماية الوطن هم حماية الارادة الشعبية على فكرة فندم بيان 3 يوليو كان حماية القوات المسلحة للارادة المصرية اللي في الشارع ايه تمام تفويد 26 يوليو اللي الطلب الطلب ليه عشان اقول للعالم كله انا ما ببطوش حد انا عندي تفويد من ملايين ملايين في الشارع اه تمام لازم بقى نبقى فاهمين عشان الناس دي وقفة تحمينا بقى على الحدود وقفة هنا تساعدنا وتأمن اللي جان وغيره وغيره تقوم بشغلها وعشان وعشان الشرطة كمان تقوم بدورها تمام تجمع معلومات خلي بالحضر لكن المؤامرة لسه ما خلصتش المؤامرة لسه ما خلصتش لو احنا فاهمين المؤامرة خلصت لسه ما خلصتش عشان كل ده بقى يتم عشان نعرف نقفل بقية المؤامرة لازم يكون في ناس وطنيين أنا سأزينا كمان